موسيقى 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 بالذات من أهم الأشياء بعد أن هالجنغل بداية السيزن اللي راح سيزن سيكس كانوا الناس يتشكوهم من الجنغل الجديد أنه صعب وأنه التنوع بسميت ومعقد شوي حين الجنغل رجع زي ما كان قبل وبطريقة أحسن ومن ناحية البلانت والأشياء الثانية راح نشرح نشرح كلها وأشياء هذا راح يساعدك لأنك تستوعب القيام ويصير ما تركز على الأشياء الصعبة هذه ومعقدة والجنغل باس والأشياء هذه لا يصير تركز على استراتيجية اللعبة نفسها مو الأشياء البسيطة والمايكرو بلايس فالشياء هذه بيساعدك وعند أنك تستوعب اللعبة أكثر ويطور نفسك كلاعب مزموط وفي نفس الوقت زي ما قلنا يا شباب الأساسين أبديتس أو الريميكس ما هنتكلم عنها لأنه هتزيد يعني هنطر نصرف فيها وقت مرة كثير لأساس نشرحها فهنروح لتعديلات الباقية اللي بايشوف الأساسين أبديتس يروح على القناة حق الريدي جيمز والقناة حق الديسكليمر طبعا بعد الشرح هذا كله هنرفع الفيديوهات على يوتيوب وحيكون في الديسكريبشن شرح مفصل على فين تشوف الفيديوهات حق اية شامبيونز في اية قناة فإن شاء الله يتو بي دير فحنبدأ بأول حاجة موجودة في الباتشنوس اللي هي السيلث ميكانيكس وهذا الشيء جديد اللي اضافه في القيم إذا كلنا فاكرين طريقة السيلث في القيم إن كان رنقر الالتي حقته ولإن كانت إيف الدايمون ستيلث ولإن كان شاكو لما نسوي الكيو حقته ولإن كان تويتش لما نسوي الكيو حقته أو أي بين لما نسوي الالتي كيو ريوت قالوا نبغى نشوف طريقة جديدة نقدر نتعامل معها أو طريقة جديدة نشوف كيف نسوي كامتر بلاي للشغلات هذه في نفس الوقت الشامبينز اللي بيسوي السيلث كيبابلتيز هذه أو بيضطروا يختفوا يقدروا يتعاملوا مع الناس اللي يقدروا يحطوا لهم بينكس أول إيش كانت المشكلة من يوم ما واحد من الشامبينز اللي يسوي السيلث تحط له بينك أنتهى أنتهى كل أجريشن حقه وما عد يقدر يصيرها كل شيء أكالي تحط الدبليو حقتها تحط لها بينك أنتهى الجيم بالنسبة لها فكان عندهم مشكلة في كون إنهم والله يسوي لها بف ولا نيرف لما نسوي لها بف يخلوها تصير مرة أو بي لما نسوي لها نيرف يخلوها تصير مرة برا الجيم فقالوا أني بنطلع بحاجة جديدة الحاجة جديدة هذي قسموا الستيلث لنوعين أو الاختفاء لنوعين نوع سموه كامفلاج ونوع سموه إنفيزبلتي أنا أخلي عزوز ميبي يو كان تتكوك بوات كامفلاج وإيش الإمباكت حقه على الجيم بالنسبة لك بزات إنت تقول إنك إنت لولا هاد الإنفيزبلتي اللي هي فين فين خلوها إنفيزبلتي للكيو حقتها أو الكيو أر حقتها فييو دنو ذا إمباكت عليها بأحسن من الكثير يعني فمي بي بالضب السالفة ما فيها شاب إنه بعقو ما قسموه منوعين الحين لمنه أنت اختفيت داخل الجيم بالشامل اللي أنت تتلع فيه يا أنه هي بي يختفي مدة طويلة أو يكون مدة قصيرة بالحير هي السالفة على المدة وهي اللي راح تتقرر هل هو يبي يكون إنفيزبلتي أو كامفلاج طبعا إذا كان مدة طويلة زي مثلا البسف حقة إيف زي الار حقة رينجر زي عندك الكيو حقة تويتش تبتسمى هذي كامفلاج هذي بيكون لها قصة ثانية يعني لكن الإنفيزبلتي الأساسية اللي تختيمتنا ثانية واحدة زي الكيو حقة فين ما راح تعطي فرصة للأنيمي تيم إنه يشوفك حتى لو حط الكنترول وورد الجديدة اللي راح نشرح إن شاء الله طبعا زي ما حنا نعرف ما في شي يسمه بينكوارد الآن في شي حين يسمه كنترول وورد فالكنترول وورد هذي ما راح يمدية تكشف الكيو حقة فين أو أي واحدة مشابه لها تكون مدة قصيرة يعني لأنها تعتبر ستيلف ما تعتبر كامفلاج لكن العمومة يعني اللي هي البسف حقة إيف عندك الآل حقة لينجر عندك الكيو حقة تويتش كل هذه تعتبر كامفلاج هذه تكنتر بل كنترول وورد بشكل جدا كبير راح نشرحها إن شاء الله فلما تكلم عن كامفلاج بالضبط حنقول قالوا حيصير فيها نوعين أو طريقة حاجتين تتعامل معها أول شيء أي أحد كامفلاج لما نمشي جنبك حولك حتشوفه لما نمشي قريب منك حتى تفاكرين لما الرينجر كان جنبك تجيك العلامة اللي هي التعجب فوقك نفس الطريقة علامة التعجب حتيجي وحتشوفه جنبك بس لما نشوفه جنبك حنشوف كل تشامبيون لو انتراكشن محدد زي تويتش لو شفتوا مثلا تزيد الموفمون سبيت حقته هذا برضو هنتكلم عنه بعدين ففي حاجات كثيرة بدأت تنضاف في الموضوع هذا الشباب ومعقدة وفي عليها تفاصيل كثيرة إحنا حنعممها وبعدين نشوف كيف هنفصل على كل تشامبيون مختلف لحاله إيف ما زالت بنفس الطريقة ما تغير فيها ولا شيء لأنه هي السلث حقها والاختفاع حقها دائم طول الجيم فقالوا ما هنغير فيها ولا شيء هنخلي ما زال البينك ووردز أو الكنترول ووردز الجديدة حتي قرر تشوفها وتطلعها وفي نفس الوقت برضو بفضل بس هنمدي علاقة على شيء واحد أنه الآض حقه رينجر والكيو حقه تويتش واللي زيل الفكرة يعني حقه الكاموفلاج طبعا هم خذينها من إيف يعني تقدر تقول أقرب شيء ممكن يمضح لك الموضوع الكاموفلاج أنه كل المهارات اللي كانت سلث مدة طويلة زي رينجر والكيو حقه تويتش صارت الآن زيل بسه في حقه إيف إذا فكرت فيها ممكن تستوعبها بسكرة أسرار أفضل مزبوط وفي شيء ثاني بعد أنه فعلاش عمر رسل شيء ثاني اللي هو استضحق بين أنسي يتعلق أنا فايدته الفاين هذا الشيء هذا يعتبر بروف جداً كبير بالنسبة له إنه دائماً إذا صار ضدك بين تصوي في الآل يعني بعد ما تغسي بالكيو مجرد ما يضدك يسير فيه بين كوارد أبداً كفايلة راح يتمون تعرضوا ذين ميس يعني يمدي تكون في الفرونت لاين يمدي هاتدمج يستعمل السلث عشان تسوي جوك للتيم تحاول تدوج سكرتشوت تحاول تباعد عنهم وتقدر تأخذ راحتها يعني تسوي الدمج على الشخص الذي تبيه لكن إذا صار ما يمديهم يكنترون الشيء هذا كذا يعني ما فيه كونتر بلاي لسلث حقه فكر فيها ما فيه كونتر بلاي لسلث حقه فاين فيه حاجة صغيرة طبعاً ريوت مشتحيل تسوي حاجة بدون كونتر بلاي ففيه كونتر بلاي بس مش بالبينك الكونتر بلاي الوحيد للستيلث شامبيون للإنفزيبليتي يا شباب اللي هي السكانر أوكي لما نجيب السكانر يمكن سكانر يمكن سي بس فهي الشيء الوحيد اللي ممكن بس طبعاً ممكن لواحد حشي السكانر يعني الادسي ما حشي السكانر قدامه كونتر فين ففين نعم عشان المهول هذا صارت انا احتمال كبير نشوفها تير 1 ولا تير 2 حتى من اعلى التشامبيونز عشان كذا انا بتعلم على فين الفترة هذه في البرين سيزن لانه فين مع التشينج هادا هتصير من اقوى التشامبيونز اللي ممكن تتلاعب لانه الكونتر بلاي عليها صار مرة صعبة فالطريقة الوحيدة لتكونتر على تفضل أحياني حاجتين يا تحت التورت مازال يطلع على تفضل بلاي يطلع تستخدم الصلاة عن النبي اللي هي السكانر إن كان سكانر لفل 1 والأوراكل يس أو سكانر لفل 2 اللي هي سكانر الحملة ترينكت الحمراء يا شباب اللي ما يعرفش طبعاً الليستة حالياً كاموفلاج إيف ورينغار وتويتش العابلاتيز حقتهم هذي يتبروها كاموفلاج في المقابل إنفيزيبليتي أكالي خازيكس لبلانك شاكو تالون وتيمو الاختفاء حقته اللي هو القرين لورفير لما نروح على بوش ما سارت قد تطلعه إلا بسكانر يا شباب فين الفانا لاورا اللي هي الالتي ووكونغ الدبليو حقته برضو فهذه تلطي مجال كبير للشامبيونز هذول لأنه هم طبعاً هذا الديريكت الديريكت بف للشامبيونز هذول كلهم أنا الشيء الوحيد اللي استغلت منه صراحة لما نشوفت خازيكس لأنه الالتي حقت خازيكس التايم حقها صار مرة طويل وما زالت تعتبر إنفيزيبليتي فهذه شدت عن القاعدة اللي هو والله التايم حق الاختفاء الكثير حتصير كاموفلاج من مقابل إنفيزيبليتي ليش الانتراكشن هذا غيروه لحد ذاته الحالو يمكن لما نشوف القاعدة نبدأ نشوف ولا يمكن حتى لسه طبعاً التايمات هذي كلها يا شباب مو شرط هي اللي حتكون باقي في داتا السيزن ريوت ينزلوها من دحين ويمكن يغيروا حاجات كثيرة بعدين تؤدجست على ساسة سوى بالانس للقاعدة وهاكذا بعد كده ضافوا موضوع على الشمر الشمر هذي انتراكشن جديد إيش يعني الشمر فاكرين السراب يعني لما تشوف سراب في الشارع وانت ماشي في الدزرت وتشوف قدامك سراب كده حاجة موية كأنها موية من بعيد نفس الشي بنفس الفكرة لما فيه تشامبيون انفيزيبل ولا كامافلايت ضربته بسكيل شوت هيجي كده في الهواء زي زي ايش يسموه هي زي زي سراب الله يماذي لكن أثر كأنك شفت لحظة معينة بس بطريقة سراب ما حتشوفه ما حتشوفه ما حتطلعه من الكامافلايت ما حتطلعه من الانفزيبلتي ما حتخرجه من ال يعني أول كان لو ضربته تخرج من الانفزيبلتي ما حتخرجه من الانفزيبلتي ولا من الكامافلايت بس حتشوف ما فريدك لسوي واتاك وما تقلسوي واتاك فعلا بس حتشوف انه في شي هناك كان موجود فتعرف انه فيه احد قريب يعني فقط فاهمني بعد كده حنخش على الورد على طول ونتكلم على الورد الجديد اللي هي الكونترول ورد بما انه يعني هو وإيش الفكرة في تغيير الـ Word بالنسبة لـ رأيوته أنه والله يقل لك خلاص مدام أنتهين يعني ما عدت صار الـ Pink Word تطلّي على الـ Invisibility يعني فما عدت فيه صار أي فائدة من الـ Pink Word إلا حاجة واحدة عشان تـ Control Vision أوكي فغير اسمها من Pink Word لـ Control Word كمان ودولها بف كمان صغير حبتين على أساس تقدر تستفيد منها أكثر الشيء الميزة الجديدة اللي صارت في الـ Control Word إذا حطيت الـ Control Word على محل في له أي Word تانية ولا أي Trap التـ Trap هذا حيصير له Disable أو ما حيشتغل أو الـ Word الثانية ما حتشتغل يعني أنت مثلاً Inami Team عندك Word Green حطها في محل جيت أنت في حطيت الـ Control Word عليها خلاص It will not work anymore أو مش It will not work anymore ما حتشتغل الـ Word الثانية اللي هي حطينها الـ Inami إلا بحالة واحدة لما تجي تضربها أوكي فخلينا نعيدها بصيغة ثانية Control Word والـ Disable كل الـ Word والـ Traps الثانية يعني عندك Team و Mushrooms عندك أظن حتى الـ Word حقه حتى Traps حق Jinn والـ Traps حقه Kate هذه كلها ما حتشتغل تحت الـ Control Word لو حطيت الـ Pink Word أو الـ Control Word وفي Word وفي Word ثاني للـ Enami Team ما يشوفوك الـ Enami إلا ما تروح أنت تضرب الـ Word تشيلها لما تضرب الـ Word تشيلها عاملين Interaction حيشوفوك وإنت بتكتر الـ Word حقتهم فقط فهمين يا شباب؟ الـ Cost ما زال زي ما هو خمسة بينجول الـ Health برضو ما زال زي ما هي أربع ضربات والأربع ضربات هذه ما هم كاتبين وذر هي لو سيبتها ترجع تهيل نفسها مرة ثانية ولا لا زي الـ Pink Word القديمة ولا لا بس احتمال كبير إنها ترجع وإتش بلاير يقدر يحط ورد واحدة في الماب ويشيل ثلاثة معاه في نفس الوقت وزي ما قلنا يا شباب الـ Control Word حتبينه كاما Flashed Enemies بس ما حتبينه الـ Invisible Enemies مزبوط عزوز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر